هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني المسيحين في المملكة بمناسبة عيد الفصح المجيد وأكد خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء أن هذه المناسبة عزيزة على جميع أبناء الوطن داعين الله أن يعيدها على الجميع بالخير والمحبة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يعضده سموه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني كما هنأ رئيسه وعضاء مجلس النواب المسيحين في المملكة بمناسبة عيد الفصح المجيد وجاء في التهنئة إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك سنبقى أسرة واحدة يجمعنا المصير الواحد والهدف الواحد لنبقى مثلا يحتذى أمام العالم في الوئام والعيش المشترك متمنين للجميع أياما مليئة بالفرح والمحبة والسلام